اهلا بكم اعزائي المشاهدين في الحلقة الماضية تحدثنا عن معنام كلمة القرآن وقلنا أنها كانت في الأصل تعني كتاب اللترجي للتعبد والقراءات وكذلك كلمة مصحف تؤكد هذا المعنى الأصلي وهو كما قلنا في الحلقة الماضية عبارة عن إنجيل رباعي جديد بلسان عربي مبين الآن ننتقل إلى كلمة سورة فقد جاءت هذه التسمية بحسب علماء الإسلام نسبة لكلمة سور اعتبارا أن كلام الله مصور داخل سور يمكن تسميته بفصل من فصول القرآن وبالتالي كل فصل سمي بسورة إلا أن الإشكالية تكمن في هذا الإسم نفسه لأننا لا نملك أي معلومة تفيد هذا التقسيم لكتاب حسب الفصول مع تسمية سورة قبل وجود القرآن سواء داخل الموروط الإسلامي أو خارجه فعند العرب فالقرآن هو أول كتاب بلسان عربي على الإطلاق مما يفيد أن صاحبه في سورة البقرة وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله يخاطب قومه بما يعرفونه يعني أن كلمة سورة معروفة عند العرب رغم عدم وجود كتاب بلسانه وهذا لا يتم إلا بمعرفة هذه الكلمة خارج اللسان العربي وعند أقوام أخرى فلها طبعا هذه الأقوام كانت لها كتب كما رأينا في تسمية المصحف إذن بما أن صاحب النص لم يذهب بعيدا لتسمية القرآن فكلمة سورة هي الأخرى مقتنية من تسمية كانت موجودة كما تدول سورة البقرة في الموروط ربما الموروط السرياني وبالرجوع إليه نجد كلمة سورة بالصاد أو سورة بالصاد والألف في آخر الكلمة للتعريف وتعني صورة رسم أيقونة خط كتابة إلى آخره وبالرجوع إلى القاموس من الكلداني العربي نجد عبارة صورة كتاب التي تعني فصل من الكتاب جاءت بمعنى المتن من الكتاب المقدس هناك من سوف يحتج أن هذه الكلمة بالصاد والسورة بالسين يكون الرد ببساطة أن الكلمة عندما تكون من أصل أجنبي فيمكن كتابتها بالسين أو بالصاد مثل كلمة الصيراط في قراءة ابن مجاهد والكسائي وأبي عمر وغيره بالسين صيراط وحتى في اللسان العربي فحرف السين والصاد يمكن أخذ مكان بعضهم البعض فعلى سبيل المثال نقول كلمة سا لا خا بالسين وصا لا خا بالصاد نفس المعنى سقر بالسين أو سقر بالصاد ولهذا نجد كلمة يبسط في صورة الرعد 26 بحرف السين بينما في صورة البقرة 245 بالصاد يبسط بالصاد فهي تكتب فوق الصاد فهي تكتب بسين صغيرة فوق الحرف إذن خلاصة الكلام أن كلمة سورة أو سورة معناها فصل من الكتاب وكانت قبل الإسلام تطلق على المتن من الكتاب المقدس أما كلمة الآية فلا يمكن أن تخرج عما سبقتها من الكلمات اللترجية بالثقافات أهل كتاب في الجوار من عرب أو سريان أو أحباش إلا أن هذه الكلمة لا توجد في أي ثقافة من الثقافات المذكورة ولا دليل علمي على وجودها قبل الإسلام إذن من أين أتت هذه الكلمة؟ الغريب أنني لم أجد هذه الكلمة في لسان العرب للمنظور وأتمنى أن أكون مخطئاً وبالرجوع إلى النص القرآني نجد هذه الكلمة أكثر من 300 مرات بالإفراد وبالجمع وأول مرة جاءت في القرآن بصورة البقرة 106 ما ننصخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وذكر الطبري أن معنى الآية يحتمل وجهين في كلام العرب أحدهما أن تكون سميت آية لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤها والآخر منهما القصة فيكون معنى الآيات القصص يمكن كذلك أن نضيف أن معناها أعجوبة أو معجزة كما تشير لذلك بداية سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآيات هنا تعني المعجزات فالطبري وهو شيخ المفسرين لم يحدد لنا المقصود بالعرب هل هما عرب عصره؟ أم عرب منذ ظهور الإسلام؟ أم العرب على العموم حتى قبل الإسلام؟ وهنا الإشكالية لأننا كما قلنا لا نملك أي دليل علمي على ذلك خاصة أنه لم يكن للعرب أي كتاب قبل الإسلام فالكلمة دون شك اقتنيت من لغة مجاورة تفيد نفس المعنى المذكور سابقاً وبما أننا لم نجدها في اللغات الأخرى المجاورة خاصة السامية منها فعلينا أن نبحث في المعاجم والقوامس والمفاجأة أننا نجد كلمة آثى أو آثه بالها في اللغة السوريانية وتعني علامة إشارة دلالة أعجوبة راية إلى آخره والألف أو الها كلمة بغية بالألف في سورة مريم الآية 28 يمكن كتابتها بالها بغية وبالتدقيق في قاموس من الكلدان العربي نجد عبارة آثى ديسليبة ومعناها علامة الصليب فالمفاجأة عزيزي المشاهد هي أننا وجدنا علامات صلبان عديدة في المصاحف والمخطوطات القديمة وقد أشرت لها في كتاب مخطوطات القرآن وهذه العلامات تشير لنهاية مقطع من الصورة تسمى عندنا الآن بالآية إذن الكلمة قبل تنقيط المصاحف كانت آثى وليس آية السؤال مطروح هل النص القرآني يؤيد هذا الطرح في إحدى آياته للرد على هذا السؤال تابعونا في الحلقة المقبلة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر